السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو خاص بالسنة الرابعة متوسط سنجد لكم وضعية إدماجية حول الدوي هذه الوضعية ستكون مطلوبة في هذه الوحدة وحدة أحلامك المستقبلية ومهنتك المستقبلية إذن الوضعية هذه قصيرة وبسيطة حول دوي وحلمها ما عليكم غير تتبعوا معي نبدأ وعلى بركة الله بسم الله دوي هي فتاة هندية عمرها 15 سنة هي فتاة فقيرة وتعيش في واحدة من أفقر البيوت في العاصمة نيودلهي دوي's dream is to become a teacher in the future حلم دوي هو أن تصبح أستاذة في المستقبل in order to help her people for reading and writing هي حبت تولي أستاذة باش تعاون الشعب انتحى في القراءة والكتابة إذن دوي is an Indian girl she is 15 years old she is poor and she lives in one of the poorest slums in the capital New Delhi دوي's dream is to become a teacher in the future in order to help her people for reading and writing إذن هذه وضعية قصيرة حول دوي هذه الوضعية حول دوي قصيرة هي من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلنا عليها في هذه الوحدة إذن هنا كل شخصية قلنا عليها في هذه الوحدة رح ندلكم عليها وضعية قصيرة وبسيطة وشاملة للمعلومات التي حصلنا عليهم من خلال دراستنا للوحدة الخاصة بدوي وجاي كاي رولين الفقرة القادمة إن شاء الله رح تكون حول جاي كاي رولين نتمنى إن شاء الله أنه هاد الفيديو تفيدكم وتستفادوا مع لي أغنقلكم بقاوة على خير ربي يوفقكم وينجحكم إن شاء الله وفي أمان الله